تم الاتفاق على تمديد الهدنة يومين ولكن هذا التمديد متزامن مع تصريحات من الجانب الإسرائيلي بأن وقف إطلاق النار نهائيا غير وارد التركيز على هذه المسألة من المنظور العسكري هل يمكن متابعة الحرب بالزخم نفسه ما قبل وبعد الهدن التي تتخلى لهذه الحرب؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين دائما في الحروب الطويلة تكون هناك هدن الهدن هي عملية اتفاق بين الطرفين لتحقيق وقف إطلاق النار لفترة معينة ومحددة ومكتوبة كما حصلت في هدنة بين القسام وما بين إسرائيل هذه الهدنة تكون من أجل حالات إنسانية يعني تبديل أسرى أو ربما إخلاء جرحة أو إخلاء حالة إنسانية ومن ثم تعود القوات للقتال مرة أخرى إن أرادت فحتى الآن أتوقع بأن إسرائيل مصممة على العودة إلى القتال لماذا مصمم على القتال؟ تصريحات كل المسؤولين الإسرائيليين نتنياهو، غالانت، رئيس الأركان كذلك قائد الجبهة الجنوبية التي تكون غزة من اختصاص الجبهة الجنوبية لأن إسرائيل فيها ثلاث جبهات جبهة شمالية، جبهة جنوبية، جبهة وسطى وجبهة الداخل لذلك قائد الجبهة هو كذلك له رأي في العمل العسكري هذه التصريحات الإسرائيلية التي تنم عن استمرار العمل العسكري والقتال مرة أخرى بعد انتهاء الهدن التي يعني هناك جهود دولية عديدة في الضغط على إسرائيل من أجل القبول ولو تابعنا ما صرحه نتنياهو وقادة إسرائيل قالوا بأن لا يمكن أن يكون هناك هدنة ولا واقف إطلاق نار حتى تحقيق الشروط أو الأهداف العسكرية الإسرائيلية من خلال العمل العسكري ولكن بعد مرور 46 يوم لم يحقق الجيش الإسرائيلي وتم الضغط وصار هناك هدنة أعقد بالمواقف التي أشرت إليها هناك حديث لوزير الدفاع يواف جالانت خلال زيرته الجنود في غزة بأن أي مفاوضات أخرى ستجري تحت النار ماذا يقصد بذلك؟ يعني ما يريده جالانت واليمين المتطرف الذي يمسك زمام الأمور في إسرائيل هم مستاؤون من الهدنة لا يريدون حتى لا يهتمون في الأسرى لديهم يعني أسرى الإسرائيليين وهم طبقوا منذ بداية العمل العسكري مبدأ أو قانون هانيبال الذي يقتل المأسور والآسر حتى لا تكون ورقة قوية بيد المقامة الفلسطينية عندما تكون هناك أي مفاوضات كما يقول تحت النار يعني أن إسرائيل لن تقف مرة أخرى لم توقف مرة أخرى العمل العسكري لذلك سيتم الضغط كان هناك مثلا عمل لا يريدون إدخال المساعدات الإنسانية إلى كل غزة وخاصة الشمال ولكن اضطروا مرة أخرى ولكن كل هذه المساعدات الإنسانية ومنها ربما يتم استخدامها لتقوية الجبهة العسكرية مثلا إذا أرادوا أو بشيء هكذا يظن الإسرائيليون وخاصة كان هناك حظر شديد من قبل القادة الإسرائيليين على الوقود حتى وصلت الأمور إلى 2000 إلى 3000 لتر مازوت من أجل ولكن هل المقاومة ستعتمد على المساعدات التي تأتي من الوقود أم هي متحضرة للعملية التي قامت بها وأصلا حسبت هذا الحساب يعني المقاومة الفلسطينية عندما قامت في عملية 7 أكتوبر أتوقع كانت تتوقع هذا العمل العسكري بأن هناك حرب ستشن عليهم وعلى غزة وهذا الأمر يتطلب احتياطات هائلة تتواجد الاحتياطات ليس فقط الطعام والشراب بل الوقود والأمور اللوجستية وكذلك الذخائر والأسلحة حتى تبقى هذه الاحتياطات لفترة أطول حتى انتهاء المعركة أو تحقيق أغراض المعركة يعني عندما تنتهي مثلا المعركة وتستمر المعركة ولا يوجد احتياط من الوقود والذخائر أو الطعام يعني بأن الجبهة نهارت وأن الجانب الآخر قد انتصر لذلك من الأساسيات هو التخطيط الجيد للمعركة والتخطيط يتطلب دراسة كل مستلزمات المعركة من خطط عسكرية ومن طعام ولوجستي وإداري وطبي إلى آخره أنا أشكرك الخبير العسكري العقيد أحمد أحمد أهلا وسهلا